السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم وكيف العادة سنشارك معكم مجموعة من الوصفات والاقتراحات السهلة السريعة وبطبيعة الحلية ما تكون غير مكلفة ممكن تحضرها كلمة ايدا للقوتي ديلكم او للسيقبة الضيوف ديلكم علش لا سنشارك معكم فيها كيكة تفاح باضافات اللي هي بسيطة وكتعطيها واحد النكا وما ذاق لي هو مميز بزف بزف سنشارك معكم كذلك افوان فطائر ماليحة بالعجينة السائلة سريعين بزف ضغية بغية ضغية كيوجدوا بوحد حشوة كذلك لكي تجي معلكا والديدة بلا قياس بمكونات لي قليلة مع حرشة بطبيعة الها الحرشة بحل ديال المحلات سهلة وضغية كتوجد بلا حليب وبلا زبدة فانتمنى اقتراحات اليومينا باعجاب ديلكم ما نطموش عليكم كيف العادة وندزون المقادر وطريقة التحضير على بركة الله ابدأ معكم هنا بمكونات ديال الكيك اللي سنحتاج لها غير بيضة واحدة كأس الى ربع ديال السكر كأس الى ربع الحليب كأس الى ربع زيت وكأس ونسبنات ديال الدقيق كيس واحد ديال خمير الحلويات فانيلا او فلان واحد سواء ديال فلان العادي ديال شنوا كيف كنقولو مع واحد جوج ديال التفاحات وخصوصا دابل وقيتها ديال التفاح غدين ناخد اولا واحد نصف تفاحة نصف تفاحة كافينا ديال التفاح متوسط الحجم غدين ناخد عفوا نصف تفاحة نقشرها كيف كتشوفو معايا ونحكها او نقطعها قطعها قطاع صغيرة بحال بحال نشي مشكي من بلت غدين ناخد نايا الخلاط الكهربائي او لا البغا ميكسور اللي بغيتو انا غدين ندير كل شي في الخلاط من الاحسن غدين بداهنا بعد نصف تفاحة اه كأس الى ربع ديال السكر الحليب الزيت غدين نضيف كدليك الحب ديال البيض وغدين ضيف ديال ساشي ديال فلون وغدين نضيفي قبيصة ديال الملحة ونطحن كل شي مزيان مزيان حتى كي تطحلينا هدك تفاحة اراد من انا نقدرنا هدك نصف تفاحة عفوا نفل الخليط او باش نحصل لديك النكهة المميزة ديال كيكة ديال التفاح كي يكون باين في هالنكهة وحتى المضاق ديال التفاح بالاضافة للتفاح اللي غدين نزينو به ان شاء الله من الفوق هنا غربلتك اسوانيس في ديال دقيق مية وستين جرام مع كيز ديال الخميرة الحلويات وباليال الخلي ديال الشيخ خفيف لان كانت عندي الحبة ديال البيض كبيرة فزت هنا واحد الملعقة ديال الدقيق المهم كانت حصلوا على خليط الكيك العادي جدا انا قد نخذ هنا هد القائلة بهذا ديال اه ديال اللي كيش عفوا ليمدهون هنا بشوية ديال زبدة ومرشوش بدقيق وكنفرغ الخليط بشكل عادي جدا انا درتوا ليما فهذا المول ليهو مستطيم وممكن ديرو فمول دائري مربع بشكل عادي جدا انا هنا كيف كتشوفوا معي اليوم درت الخليط اه يعني قليل يعني بالمقارنة مع الحجم ديال المول وكذلك كيف ممكن ديال كيك وشوية ديال تفاح مجيش ديال كيك غالبة على التفاح وكي بقى لكم الاختيار فضل نسألها هذه بغيتوها تجيباين الكيك وطلعة فانتو مطبع تحال تصغروا المول شوية وتزيدوا واحد الكيس ديال الخليط المهم كي بقى لكم الاختيار بالنسبة لتزين الكيكة ديال تفاح كيف العادة انا قد ناخذ هنا اياه الدك تفاح وانتبلي تبقى وانتبقوا ديال بطبيعة الحال انا خلت هنا بقشرة ديالها ممكن تقشروها وقطعتها كشرائح ليرقيقة وكنتستفها بهات الشكل هادالي لكن عندكم مول دائري كتستفها بشكل مرواحة وكي يبقى لكم دائما الاختيار ممكن حتى التفاح تحكوه في الحكاكة وتزينو به بدل ما تزينوها كشرائح هنا مباشرة غادي ندخلها الفرن اللي عندي مسخن من قبل مية وتمانين درجة من الاسفل المدة غادي تاخذ لكم واحد نصف ساعة خمسة وثلاثين كحد اقصى فدل اثناء هذه غادي ناخذ واحد العلبة ديال طبيعي بدون سكر وبدون نكا وزن العلبة مية او شرات غرام بنفس العلبة جنس في حليب من العفض لها يكون دافي وضف ملعقة صغيرة الخميرة الخفز وملعقة صغيرة السكر نخلط نزيان ديال انحتي كالدولية الخميرة في الخليط من بعد قضع ضيق حباس البيض كأس او ربع ذيال الزيت فعلي بنفس العلبة ديال الياغورت شوية ديال الزعتر كمونسم غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الملحة شوية ديال البزار وشوية ديال البودرة الثوم هادو كمونسمات ومعoly نسموه كما بغيتو كنخلطهم مزيان مزيان و نجد اضافة الدقيق بنفس العلبة الي عبرنا بها نعود ناكد العلبة عبرنا بها الزيت كل شي عبرناه بالعلبة ديال يغورس ضفت العلبة الاولى مع واحدة ملعقة صغيرة ديال الخميرة الحلويات نخلط ضفت العلبة التانية وهنا غضي نضيف العلبة التاليتة و نخلط مزيان بالنسبة لهذا القوام هذا خاصه يكون يعني تقيل واحد شوية على القوام ديالك ايك اللي كتعرفو هنه غضي نخليه يرتاح واحد الخمس دقائق ماشي نخليه يخمر ما تخليه يخمر غير يرتاح لكم هكا شي شوية هذا الخليط هذا باش كيتشرب ليكم مزيان و يعطيكم قوام لهو مزيان كيب كتشوفو معاين غضي ناخدنا هاد القواليب ديال المول العجيب اللي يذهنتهم بزبدة رشيتهم بالدقيق و نفرغ الخليط ديالي بهذا الشكل هذا انا كنستعن هنا بواحد البلاستيكا باش كنتحكم يعني في الخليط ديالي دغية كنفرهم طفوا مباشرة الفر اللي مسخن من قبل كذلك نار مهيلة هكا من الاسفر حتي فانوا لكم تحمروا من الجوانب وتحمروهم من الوجه ديالهم بالنسبة للحوش واللي غضي ندير ليهم فغضي ناخدنا واحد مقلات ندير فيها شوية ديال زيت نباتية ممكن تخلطوها بزيت السيتون غضي نضيف لي واحد الحبة ديال البصل اللي عندي هكا مقطعة كيف كنقولو زيت لها شوية ديال الملح و نحرك و نخليها حتى تنزل مديان بزين هاد البصلة هادي و تتقلى من بعد ما غادي تقلى فغضي نضيف لي هنا كميات ديال صدر ديال دجاج اولاد ديال ديال ديكورومي اللي مقطعناها كا قطع اللي هما صغر و غضي نحركهم كذلك حتي يدخل فيهم طياب مزيان غضي نضيف ليهم شوية ديال البزار و غضي نضيف ليهم كذلك شوية ديال بودرة توم فقط و الملح يبقى على حساب طبيعة الحال هنا غضي نضيف ليهم واحد جوش قطع ديال جبن المتلت بالنسب لهذه القطع ديال جبن المتلت كيبقى و اختياريين ولكن صراحة كيعتى واحد البنة اللي يزوينا و تعليك اللي يزوينا لهذه الحشوة هادي غضي نضيف ليهم كذلك واحد الكيميات ديال صلصة البشاميل لانا خديت كاس ديال الحليب خديت عفوهم ملعقة ديال زبدة و ملعقة ديال الدقيقة كيك ديال نضيف ليهم كاس ديال الحليب مع شوية ديال ملح والبزار و خليتهم حتى تغلو ما تحريكه طبيعة الحال هنا هنا سلصة البشاميل سوف نضيف لد كيميات ديال الحشوة و نخلط مزيان و نخلي حتى تغلوها كوكا تتقل شوية وهي الحشوة عدنا وجد الحشوة اللي كتجيب بنينة بالزب و معلكة فالكيك ديالنا هو هذا كيبقى تشوفوا من بعد ما يعني خرجته من الفرن هنا يحاولوا هذا الكيك هذا او هو باقي سخون او لا دافي هذا كتفح تدهنوه اما بشوية ديال مربى السائل او لا تدهنوه بشوية ديال نباج باش ما كينشفش لكم يعني بالهواء ديال الغرفة عفوان التفاح ديالكم اللي خليته معرض الهواء فبحلا كيتكمش بحلا كيتقلص وكينشف ما كيفقاش شكل دياله زبين فحاولوا يعني مباشرة بعد ما كتخرجهم الفرن سواء بالمربى او لا بالنباج دياله بزيان باش كي يحافظ على الرطوبة لدياله في نفس الوقت كيعطين هذي كلمعة هنا لتزيانو كإضافة بطبيعة الحن سنزين هنا بشوية ديال اللوز ايفلي اللي عندي محمر غير في المقلو كنزين هذوك الجوانب اولا يعني ما بين القطع ديال التفاح ديال عفوان شوية ديال كيكلي كيبقى لي يتمه كنزينوه وتزين كيبقى على حساب المتوفر ممكن تديروه كاوكوهم هرماش او لا تديرو الكوكلي هو جوز الهند اللي بغيتو بطبيعة الحن هنا الفطائر ديال انتو ما كيف كتشوفوا من بعد ما خرجتهم الفرن فاخدوا معاي كذلك تقريبا واحد الناس في ساعة كندمو لهم وهم باقين سخان باش ما كيلسقوش ليفلي مولدي يولي بهات الشكل هذا وغادي ندوز ان شاء الله باش نعمرهم الحشوات ديالتنا كيف شمعين بعد موجتها سواء هدو 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 المملحات هدو بالضبط ره ممكن تاخدوهم سخان ممكن تاخدوهم دافين كممكن انكم تاخدوهم باردين لذكشي اللي عجبكم هدو ما دكشي اللي كتفضله يعني في المملحات ديالكم انا هدو شخصيا غادي نعمر لهم الحشوات ديالهم وزيد لهم شوية ديال الجبن بالنسبة لالاضافة ديال الجبن فهي اختيارية انا غادي نضيفها كتزين وكا اضافة بطبيعة الحل الماداق ما غاديش نعود نردهم الفران اللي بغيتوا تردهم الفران يدوب لكم الجبن هكا من الفوق يبقلكم الاختيار فهذا المسألة هدي انا نضرت غير الجبن هكا بحشكل ديال بيزا وزينت شوية ديال زيتون ورقة ديال من النص ووصافهم هم المملحات ديالي وجدين كيف ممكن لكم كيتكالو بردين دفين احتى اصخانين كل واحد على حسب الرغبة ديالهم البمو ملاحات ديالي وجدين الكيك ديالي وجد او هنا غادي نضيف لكم حريشة ها بغاوها في الصباح وكيف كاتعرفوا اتنين في الصباح كتكون شي شوية روينة فما الحقش اني نصاب لهم حريشة في الفطور فاهم احتوا من اني غادي نصاب لهم في العشية فالحرشة العادية تقريبا 1 كيلو لاروب سميدة سميدة الارقيقة الحرشة ازليها الملحة مع القصغيرة السكر و مع القصغيرة الخميرة الحلوة خلطهم مزيان و نبقى اخذ المقلة دهنتها بالزيت و ارشيتها بالزيت سميدة سوف نزيد لي هنا تقريباً نضيف هنا واحد ناس و نحاول نرمل مزيان سميدة طريقة الحرشة عادية جداً هنا ما نضيف لها لازبدة لحليب الطريقة الحرشة اليومية و نضيف الماء عادي بدرجة حرارات الغرفة هنا تقريباً كيلو لاروب سميدة تقريباً شوية اللي نقص لها دي السميدة مرملة و شوية دي السميدة اللي رشيت في المقلة تقريباً نضيف لها ثلثة الكؤوس دي الماء نخلط كيف شو معي غير باطراف الأصابع ما كان عجن ما كان دلك نخليها غير واحد جوج دي التقايق تشرب لي هاداك الماء سافي و نبقى ندورها في هات الشكل هادا و نقلبها مباشرةً في المقلة اللي وجدناها من قبل مقلرة بردة عندي و نقرسها بشكل عادي جداً غير حاولوا أنتم كتقرسوا اللي بنت لكم عفوان جنابها هكا كيتشقوا بسف انتم كتقرسوا و انتم كتجمعوا في هاتوك الجناب و نحاول نرش به هاداك السميدة اللي عندي مرمبلة بالزيز باش كتعطيني واحد تحميرة اللي هي زوينة من بيت في الحرشة فاش كطي كتقرسوا كيف مكتليكم و انتم كتجمعوا ولا كتسدوا هاتوك تشقوا قاسد ديال الجوانب كتحاولوا تقضوهم يائما بملعقة يائما بأطراف الأصابع ديالكم انا كنفضل ملعقة صراحة و كنحاول حتى اللي سي الوجه ديالها باش ما كيبقوش مرصومين فيهم الأصابع و مباشرة غادي نديرها فوق النار نار بالنسبة للحرشة كتطيب على نار اللي هي مرتفع نهائي مديرش على نار اللي هي مهيلة ديروها على نار اللي هي مرتفعة سوف تخلي واحدة كتتحمر او لكتطيب من الجهات احتنية كتقلبوها كيف العادة من فوق الرمي كتقلبوها للجهة الأخرى و كتبقوا تدورو حتى كتتحمر لكم من الجهات كاملين و كتاخد اللون اللي يبغيتون شخصيا كنفضل الحرشة تكون محمرة مزيان 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 و انتم ما كيبقى لكم الاختيار هذا هو الشكل ديالها من بعد ما حمرت انتم ما كيف كتتشوفو كتجي محمرة احتها من الاطراف والجوانب كتبقوا تضغطوا عليها و انتم ما كتدورو باش كتاخد كيف ما كتلكم طيب من الجهات كاملين و كتقدموها الحرشرة معروفة بطبيعة الحلقة الواحد و كيف كيبغيها كيلي كيبغيها بزبدا والأسل كيلي كيبغيها بالشكلات والفرماج شخصيا كتعجبني غير بالزيت بوحده مكندليا حتى شي حاجة اخرى هدوما اقتراحات اللي شاركت معكم اليوم المائدة دي القوتي اقتراحات اللي هما ساهلين كيف معودكم يعني غير مكلفين شي حاجة اللي هي بسيطة اللي غدي توفر عند كل شيء وبطبيعة الحال غدي ترضي جميع الاضواق هدي اه 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 الحرشات دينا كيف ما كتلكم شوفوا معي كيف كتجي ما شاء الله مغلدة مارقيقة و كتجي هكا مبسة و كتجي شيشة و في نفس الوقت مقرمشة غير تبقوا هاد المراحل كيف ما كتلكم السبيدة ما كتبغيش التعجين باش ما كتجي كمش مدقصة و ما كتبغيش تطبيع الانار مهيلة باش ما كتجي كمش تهيي كدلك مدقصة المهمة اللي حد دينا كيف كتشوفوا معي كيجي خفافين بزف كتجي اللي عجينا من نسمة و بنينة بالاقياس و الحشوة صراحة كتجي مالكة و الديدة يعني هاد المكونات اللي درنا فيها مكونات اللي هي قليلة و غير المكونات غدي يعطيكم الخبار على المدق كيفاش غدي يكون اما بالنسبة للكيك فالكيك كيف كتشوفوا معي كيجي في حال شكل ديال طاقت كيف مكونات لكم ما كيجيش غليط بغي كان بغيها انا هاد الكيكة ديال تفاح بالخصوص ما كان بغيهاش تجي عليها بزف كان بغي الكيمية هكا ديال الكيكة مناسبة مع تفاح باش كت يعني باش كتحسوا بانك هاو المدق ديال تفاح في الكيك ديالكم الفلان درناه احتياطا هكا غير باش كتجيكم الكيكة شي شوية خفيفة لان انا نادرنا تفاح في الوص ديال كيكوي ما بغيتوش تدير والفلان فغدي تديروا واحد الميل عقا ديال الحامض في الاخير ديال الخالد ديالكم فقط غير باش تجيكم كيف مكتليكم هكا خفيفة واسفنجية فانتمنقتي راحة اليوم يعجبوكم لا تنساونيش فقط من لايكات للتشجيع كنشكركم دائما لحسن المتابعة وإلى اللقاء